أكد رئيس الجمهورية عمر البشير دعم الدولة ورعايتها لكافة مشروعات التنمية والخدمات بالولاية الشمالية بما يوفر الحياة الكريمة لمواطنها ووجه البشير لدى لقائه ولولاية الشمالية ياسر يوسف ببذل مزيد من الجهد فيما يلي معاش الناس والبشاريع التي تلامس حياة المواطن ومعالجة كافة العقبات التي تواجهها وطلع رئيس الجمهورية على مجمل الأوضاع بالولاية مشيدا بأداء حكومتها خلال الفترة الماضية أوضح ياسر يوسف أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة العمل الجهد لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي الذي سيتم خلاله زراعة 420 ألف فدان منها 120 ألف فدان بمحصول القمح وتعهد البشير برعاية مشروع كهرباء الشيخات بدلقو وكشف والشمالية عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية في يناير من العام المقبل ضمن فعاليات مهرجان كرمال السياحة والتسوق ذلك الافتتاح عدد من مشاريع التنمية والخدمات بالولاية